السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطرق آآ تقدير الطلب آآ هندي تمرين كمان من تمرين على طريقة متوسط استهلاك الفرد وهنشوف الطرق الاخرى في طرق تقدير الطلب. آآ بنتكلم في تمرين عملية طريقة كلمنا اول طريقة طريقة معدلات او متوسطات الاستهلاك. هندي التمرين الخامس على هذه الطريقة. التمرين ده بيقول لك ايه? لدى القيام بدراسة آآ اعداد دراسة الدراسة التسوقية لسلعة ما تم جمع البيانات الادية سنة الفين وتلاتة عدد السكان للبلد ديت تلاتة مليون نسمة والانتاج المحلي اربعة مليون والصادرات اربعمائة الف والوالدات تسعمائة الف ومعدل نمو السكان اربعة في المية ومعدل النمو في استهلاك الفرد آآ من السلعة ستة في المية. لاحظ في هذه المسألة ادك معدل لنمو السكان ومعدل لنمو استهلاك الفرد. يعني كده كده السكان هيزيده واستهلاك الفرد من السلعة دي هيزيده. طيب ايه المطلوب بقى ايه? تقدير متوسط الاستهلاك الظاهري عن عن عامي الفين وتلاتاشر والفين واربعتاشر. هنا استهلاك الظاهري لان ده مش استهلاك فعلي لانه تقديري. آآ وهنقدر حجم المطلب حجم الطلب المتوقع على تلك السلعة لسنة الفين واربعتاشر. طيب الحل اول حاجة الاستهلاك الظاهري عام الفين وثلاتاشر الفين واربعة واربعتاشر. هيسوي إيه؟ هيسوي الإنتاج المحلي زائد الوريدات برضو مواقص الصدرات كانت الإنتاج المحلي أربعة مليون هنضيف عليهم الوريدات اللي هم تسعمائة ألف ونترح منهم الصدرات اللي هم أربعمائة ألف هيدينا أربعة ونصف مليون وحدة ده الاستهلاك الظاهري لسنة 2013 طيب متوسط استهلاك الفرد أديه برضو في سنة 2013 هنقسم الاربعة ونصف مليون وحدة على عدد السكان اللي هم تلاتة مليون يبقى الفرد متوسط استهلاكه واحد ونصف وحدة للفرد طيب لما نيجي نشتغل بقى لسنة 2014 متوسط استهلاك الفرد في 2014 هيبقى ده هيبقى متوسط استهلاكه في 2013 اللي هو واحد ونصف مضروف في واحد زائد معدل النمو لأن استهلاك الفرد هيزيد هيبقى هيزيد بكم بستة في المية يبقى هنضرب الواحد ونص دي في واحد زائد ستة من مية يبقى السنة اللي بعدها متوسط استهلاك الفرد هيبقى واحد فاصل تسعة وخمسين من مية لما نيجي نقدر حجم الطلب سنة 2014 هنضرب عدد السكان المتوقع لعام 2013 طيب نشوف عدد السكان عدد السكان هيفضل زي ما هو ولا هيزيد لا عدد السكان السنة الحالي لألفين وتلات عشر في واحد زائد معدل النمو السكاني طيب عدد السكان قد ايه تلاتة مليون نسمة طيب هيزيده بكم معدل نموهم اربعة في المية يعني اضربهم في واحد زائد اربعة من مية هيدينا تلاتة مليون مية وعشرين الف ده عدد السكان سنة الفين واربعتاشر طيب الطلب المتوقع لألفين واربعتاشر هنضرب عدد سكان الفين واربعتاشر اللي هما تلاتة مليون مية وعشرين الف هنضربهم في واحد وتسعة آآ فاصل تسعة وخمسين مية اللي هو متوسط استهلاك الفرد في سنة الفين واربعتاشر هيددينا آآ هيددينا الطلب المتوقع لسنة الفين واربعتاشر وهو اربعة مليون تسعمائة وستين الف وتمنم لو جئنا بقى كده احنا خلصنا الطريقة الأولى اللي هي طريقة متوسط استماعari الفرض ودين عليها خمس تمارين بحلهم وهندخل على طريقة تانية من طرق تقدير الطلب وهي طريقة مرونة الطلب ودرسنا ان فيه تلتة أنواع لمرونة الطلب درسنا ان فيه حاجة اسمها مرونة الطلب السعرية وفيه حاجة اسمها مرونة الطلب الدخلية ومرونة الطلب المتقطعة او التبادلية مرونة الطلب السعرية بتاخد الطلب بالنسبة للسعر والدخلية بتاخد الطلب بالنسبة للدخل واما المتقطعة او التبادلية بتاخد الطلب على سلعة مع سعر سلعة اخرى قد تكون هذه السلعة الاخرى بديلة او مكملة طيب خلينا نبتدي نشوف طريقة طريقة الطريقة الاولى اللي هي طريقة مرونة الطلب السعرية ايه بقى مرونة الطلب السعرية درسناها في سنة اولى وقلنا ان هي عبارة عن ايه التغير النسبي في الكمية المطلوبة نتيجة التغير النسبي في السعر يعني ايه لحنا عايزين نشوف لو السعر زاد بواحد في المية الكمية هتقل بكامل بواحد في المية ولا اكتر ولا اقل فيه قانون طبعا بيحسبها القانون ده مرمط الطلب السعرية بتساوي التغير النسبي في الكمية المطلوبة مقسوم على التغير النسبي في السعر طيب عشان نجيب التغير النسبي في الكمية المطلوبة هنحصل التغير في الكمية ونقسمه على الكمية الأصلية قبل التغير وهنقسم هنا خلي بالك فيه على هنقسمه على التغير النسبة في السعر التغير النسبة في السعر هتحسب ازاي هتجيب التغير الاول في السعر وبعدين تقسمه على السعر الاصلي اللي هو قبل ما يتغير خلينا نشوف مثال والمثال السادس معنا في التمارين اللي احنا اخدناها مديني هنا اربع سنوات ادي سنة 2017 سعر السلعة كان ستين جنيه والكمية المطلوبة منها 4000 وحدة وفي 2018 السعر قال لاربعين فالكمية زادت لستلاف وفي 2019 السعر قال لتلاتين والكمية زادت لتمنتلاف واضح ان فيه علاقة عقصية بين السعر والكمية المطلوبة فبيقول لي بقى سنة 2020 لو السعر قال لعشرين الكمية هتبقى كام علامة الاستفهام دي محطوطة ليه اللي انا مزللها بالاصفر ده عايز احسب الكمية المطلوبة سنة 2020 بقى عايز اتنبأ بالطلب سنة 2020 طيب الاول بيقول لي بقى ايه المطلوب استخدم البيانات السابقة في تقدير حجم الطلب على هذا المنتج سنة 2020 وذلك باستخدام معامل مرونة الطلب السعرية بين عامي 2018 و2019 يعني هنمسك سنة 2018 و2019 ونحسب السنتين دول بينهم المرونة مرونة الطلب يبقى نشتغل على ارقام لي يبقى احنا واحنا بنشتغل انا هاخد الايه هاخد السنتين دول كده واحسب مرونة الطلب بينه طيب مرونة الطلب السعرية لسه واخدينها بتقول ايه بتحسب ازاي بنحسب ده التغير النسبة في الكمية المطلوب اهو وبنقسمه عالتغير النسبة فين في السعر طيب نحسبه ازاي بقى مرونة الطلب بين سنة 2018 و2019 الكمية كانت الجديدة زادت تمنتلاف نقص ستلاف الكمية القديمة على الكمية القديمة اللي هي ستلاف الكلام ده مقسومة على هنا فيها على السعر الجديد اللي هو في سنة 2019 و30 نقص السعر اللي قبله اللي هو 2018 على 40 تبقى 30 نقص 40 على 40 لو حسبنا المعادلة دي مرونة الطلب السعرية هنا هتطلع سالب واحد تلاتة وتلاتين طبعا هي سالبة لان هي العلاقة بين السعر والكمية المنطلوب علاقة ايه عكسية هنا واحد فاصل تلاتة وتلاتين يعني هنا الطلب كبير المرونة لانها اكبر من واحد طيب باستخدام مرونة الطلب اللي احنا طلعناها دي اهي هنعمل ايه هنحطها هنا وبعدين هنفترض ان الكمية اللي موجودة اللي هي عندها كان عندها علامة اللي استفهم دي سين مجهولة فسين نقص الكمية اللي قبلها اللي هو 8000 علق لها عايزة اقدرها على السعر الجديد اللي هو سنة 2020 السعر 2019 اللي هو 30 على سعر 2019 اللي هو 30 برضو في المعادلة دي لما نحلها هنقعد بان ايه اه هنا خلي بالك انا الاول هخلص دول 30 ناقص اه 20 ناقص 30 على 30 اه هقلب الضرب ده اه الاسم دي لضرب فشقلب البسط مقام والمقام ايه بسط فهنا المفروض هيبقى سالب 10 على 30 لما تقسمها لما تشقلبهم هتبقى سالب 3 وبعدين تضربهم هنا سيب دي زي ما هي كده دلوقتي وبعدين شايف سين ناقص 8000 دي سين ناقص 8000 هتتضرب في 3 يبقى هتقول هتقول سالب 3 دي لما تتضرب في سين تمام هتديني سالب 3 سين اه وبعدين تضرب سالب 3 في 8000 هيديك 24000 بالموجب لان دي سالب ودي سالب في الموجب اهو وبعدين تقسم على التمن تلاف وبعدين بعد كده تضرب طرفين في وسطين هنضرب واحد فصل تلاتة وتلاتين بالسالب في تمن تلاف هيساوي سالب 3 سين زائد 24000 طب تعالوا تعالوا نشوف النتيجة هتبقى كام اهي لما اطلع كده يبقى لما دربت فوق 1 و33 بالسالب في 8000 تلع الرقم ده عشان 640 هتساوي سالب سالب ثلاثة سين زائد 24000 لما نجيب اللي 24000 النحية التانية هتبقى بالسالب هنا يبقى سالب ثلاثة سين هتساوي ايه الرقم ده يبقى سالب ثلاثة سين هتساوي 34640 بالسالب طبعا السين لما تقسم سالم على سالب هايموجب يبقى السين هنا هتبقى 11546 فاصل سبعة من عشرة دي الكمية اللي هي كمية الطلب سنة 2020 طيب كده حسبنا دي اسمها الطريقة دي كالطريقة مرونة الطلب الايه السعرية هنتكلم على الطريقة تانية اللي هي مرونة الطلب الدخلية الدخلية يعني ايه هي درجة استجابة الكمية المطلوبة للتغير في الدخل للتغير فين في الدخل خلي بالا يعني الدخل كل ما يزيد الكمية المطلوبة اكيد بتزيد معاه ده بالنسبة للسلع العادية لكن فيه سلع تانية اسمها السلع الرديقة او السلع الرجل الفقير مرمت الطلب الدخلية لها سليبة بمعنى اي يعني دخلك يزيد لما دخلك يزيد بتقلل منها ايه السلع الرديقة يعني لو انت كنت بتستهلك سلع رديقة الجودة بس لما ربنا كرمك ودخلك زاد بقيت ايه لما دخلك زاد قللت من السلع اللي هي رديقة الجودة دي وحلت محلها سلع عالية الجودة ولكن عموماً علاقة مورنط الطلب الداخلية بتمقى موجابة لأن الناس كلما دخلها بيزيد بتشتري أكثر أو كمية من الطلب بتاعها بتزيد نشوف بقى مورنط الطلب الداخلية بتتأسس زي بنفس القانون اللي فات بس بدأ ما نقول السعر هنقول الدخل يبقى مورنط الطلب بدأ للسعرية هنقول مورنط الطلب الداخلية مورنط الطلب الداخلية هتسوي التغير النسبي في الكمية المطلوبة مقسوم على التغير ونسبة فين في الدخل لا يبقى عشان تجيب التغير ونسبة في الكمية مطلوبة يبقى التغير في الكمية على الكمية الاصلية مقسوم على هنا فيه علم اهي التغير في الدخل على الدخل الاصلي طيب مثال اديني مثال بيقول لي اذا توفرت لديك البيانات التالية عن منتج ما ما اديني منتجه هو في 3 سنين السنة 2018 و1920 الدخل سنة 2018 كان 200 وطلب الفرد بالكيلو الفرد كان بيشتري كم كيلو 4 كيلو لما دخله امتين بيشتري 4 كيلو وعدد السكان في السنة دي سنة 2018 خمسين مليون سنة 2019 الدخل زاد لمئتين وخمسين فطلب الفرد زاد من اربعة الى خمسة طلبه كيلو وعدد السكان زاد لواحد وخمسين مليون طيب في سنة 2020 دخل الفرد زاد بقى 300 يا ترى هل طلبه هيزيدها يبقى كام يبقى احنا عايزين هنا نحسب طلب الفرد سنة 2020 وهنا عدد السكان بقى كام 52 يبقى ده المجهول اللي هي محطوط عليها اللون الاصفر ده طلب الفرد اللي هي كمية المطلوبة للفرد سنة 2020 يبقى المطلوب هنا استقدم البيانات السابقة في ايجاد ايه مورنط الطلب الداخلية بين عامية 2018 و2019 ثم قم بتقدير الطلب على هذا المنتج خلال عام 2020 نحسب الاول نحسب الاول مورنط الطلب الداخلية مورنط الطلب الداخلية هتساوي ايه؟ التغير في الكمية المطلوبة مقسوم على الكمية الاصلية كل ده مقسوم على على التغير في اه سوري هنا اه ده الدخل يعني بدل السعر ده التغير في الدخل ده خطأ مطبعي ده التغير في الدخل وهنا مش السعر الاصلي ده الدخل الدخل الاصلي انا خدتها كوبي ونسيت اه اعدلها. يبقى لانها دخلية لانها دخلية يبقى باتكلم على الدخل ليش السعر. مرونة الطلب الدخلية بين عامي الفين وتمنتاشر و الفين وتسعتاشر هتساوي ايه اهيه? خليني امسح ده كده. وطبعا اه عشان بس يبان هنا. طيب اه طبعا هنحسب مرونة الطلب هنا التغير في الكمية. الكمية الجديدة خمسة هنقص اللي قبلها كتا اربعة. لو رجعت للجدول على اربعة. على الدخل الجديد اللي زاد بقى ميتين وخمسين. قبل مزيد كان ميتين. على قبل مزيد اللي هي الميتين. لما نحسب الكلام ده المرونة تطلع واحد صحيح. يعني الطلب هنا متكافئ المرونة. طيب. لما بيستخداره هناخد الواحد ده ونعوض به بقى. هيبقى الواحد ده هو هنا بدل مرونة الطلب اللي هو ده. وبعدين الكمية هنا هتي هي اللي مجهولة دي سين. نقص اللي قبلها اللي هي خمسة على خمسة والتغير في الدخل اهم. زي ما قلنا ده الدخل صح ده خليه الدخل وده مين الدخل. لما نحل المعادلة دي. ونفضل نحل فيها. هنوصل لنسين هنا كام بقت ستة. سين كام بقت ستة. اللي هو طلب الفرد سنة الفين وعشرين كام ستة. يبقى هنيجي بقى عايزين نحسب الطلب على المنتج سنة الفين وعشرين. هما كان عابل السكام كام? خلي بالك اتنين وخمسين مليون. والفرد طلبه كام ستة? يبقى اتنين وخمسين في ستة يدي لك تلتمية واثناشر مليون وحدة. ده حجم الطلب سنة الفين وآآ و الفين وعشرين. آآ كده يبقى خلصنا ان المحاضرة اللي هي رقم حداشر. واتكلمنا فيها عن طرق تقدير الطلب. اتكلمنا عن حالينا تمرين على طريقة متوسط السلاك الفرد التمرين الخامس. واتكلمنا فيها ايضا على آآ طريقة آآ اللي هي مرونة الطلب السعرية ومرونة الطلب الداخلية. وان شاء الله انتظرونا في المحاضرة القادمة بازن الله. ونتكلم على طريقة جديدة من طرق تقدير الطلب. آآ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.